اه اتكلمنا في الموضوات اللي فاتت على المودس أوردرس تماما اتكلمنا ان هي فيها الهاي مود اللي هو كان في البيبولر وان وطو والسيجلوسيميا واللاو مود اللي كان فيه الدبرشن النهاردة هنتكلم على النيرسين كير الخاص بالمرضة اللي عندوهم مودس أوردرس الاتنين يعتبروا يعني القطبين يعتبروا نفس النيرسين كير هو الناس اللي عندهم دبرشن تمام اللي هو اللو مود او في فترة اللو مود فترة الدبرشن في البيبولر المرضى بيبوا هيرسك فور سلف ديريكت فييلنس اللي هو سويسايد يلعنهم كرونيك لاو سيلف استيم وإنفكتب اندبيدوال كوبينج ألترد سود بروسس وإمبارد سوشيال انتر اكشن سلف كرد فاسد والترد نترشان لازب السام بادي راكوارمت لو جينا نقارن ما بينهم وبين الناس اللي عندوهم مانيا او في مانيك ابيسود بتاعت البيبولر هنلاقي ان هما عندوهم برضو هيرسك فور سلف ديريكت فييلنس بس مش علشان هيرب لسنس او هوب لسنس او الكلام ده لأ هو عشان الجرانديوزيتي وحيب الاكتيفتي والحاجة الدفاع انا عندي يعتبر نفس الناس اللي عند دايجنوزيس بس بتبقى الريليشن مختلف يعني لو بدأنا باول نراسل الديجنوزيس اللي هو الهيرسك فور سلف ديريكت فييلنس في الدبريشن وهو هيبقى هابلسنس باور لس ناس امبار السوشيال انتر اكشن وامبار درجمنت والدستورتتتتنكين استورتتتتنكين ده ممكن يكون للعقب بالبيبولر او في المانيك ابيسود بتاعت البيبولر نتكلم الآن عن نرسين الدياجناس الخاصة ب Montus Orders حتى نتكلم المتحدة عن ال Depression ولكن سنتكلم أهمية عن الموتس لنهم نتكلم اللسنة اللي كامل تأسيم التاسلي الطيب صفية أيрипتة about the diagnostic diagnosis نذكر زيالة المتبلسة انا اتصح المتقسم short term long term أريد أن أصل مع المريض عندما هعمل معه النيرسيج التربخ هدف معين أريد أن أصله خلال كم دقيقة أو كم ساعة أو كم يوم أو أسرية هذا هو الـ Short Term Goal أريد أن يتحقق الى تحقيق يعني هو أريد أن يتحقق نفسه فأنا هذا في الأساسي الذي يجب أن يتحقق خلال هذا الوقت إنه يفضل على قائد الحياة إذن تحقيق بشكل موافر هو إذا كان يجب أن يتحقق نحن يجب أن نعلمه كيف يتصرف معه هذا هو الـ Goal هذا الـ Goal على الـ Long Term Goal انا لازم اعرفه انه هو حوصل مع الايه من بعض الانتروفنشن هو سيبتدي يتكلم بقى على سوصيد ال ايديشن يتكلم على سوصيد ال بلان وحي اكسبرس ديزاير تو ليف يعني انا كنت بحعمل كده بلوقتي انا عايز اعيش انا عايز احط بلان بقى الحياتي هعمل ايه في المستقبل وهكذا على مستوى نيرسنج نيرسنج انتروفنشن احنا عندينا مهمة جدا في السوصيد اسمها السوصيد ال mother اللي هو ايه انا عرف من اللي ان المريد ده ممكن ان يقوم بسوصيد في انا ايه في حاجات بتبقى ,قب January ايه برأي ايه وفي Day Lei يعني انا عندي حاجه دي вид كما يقول يعني الحياة لا يوجد اي قيمة او اعتقد ان الدنيا ستبقى احسن لو انا موت كل الكلام ده يوحي ان هو عايز يتخلص من حياته الانبايت ستيتمنت ممكن يقول ايه ممكن يقول انا كل حاجة ستبقى كويسة ما تقلقوش انا هي شوية خلاص و هقب هي شوية وقت و هنعمل يعني هو كلامه كله بيتكلم على ان في حاجة تحصل في المستقبل القريب بس ما بيتكلمش على ان حمومت نفسه بطريقة دايرت زي الكلام اللي فوقت على مستقبل البيهيفير ممكن يكون عندي مختلف فجأة كان اجتماعي فجأة منعزل حيث يبدأ الاخرطين وبعدها في الحاجات الخاصة بعمل المخصص يمتلك البيهير ممكن يبدأ يشتكى من الخطوة similarly مصر عمي كامل عمي حول ب activation بلابد كل حاجاتها يمكن تظهر بحاجة لمحاولة بالتتواصل وفي الاموشن الكلوز زي sadness, withdrawal, irritability والambivalence احنا اتكلمنا على اللي هو يغير مود بسرعة عنده two opposite emotions at the same time و hopelessness, helplessness, anger and anxiety كل الحاجات دي ممكن تبقى اموشن الاموشن الاموشن موجودة على مريض اموشن الاموشن 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 الامو سوف أعرف كل المعلومات الخاصة بالمريض سوف تصل معا الحل من ضمن الاساسمنت من ضمن الاساسمنت من ضمن الاساسمنت اللي يتعمل بالمريض سأقوم بعمل الاساسمنت إذا كان فيه عندي سيكاتريك ديس أوردر تاني موجود مثل السكيزوفرينيا والانكزايت لو فيه ريسينت لص في العائلة لو حد فقط حد عزيز عليد من الوقت قريب كل هذا ممكن يؤثر على موت المريض ويكون داعي انه هو ي يكون داعي انه هو يكون داعي لو هو بيعمل سابستان سابيوز فيه فامل هستريو افتكاتريك ديس أوردر لو فيه حد من الليلة قمت سوسايد لان السوسايد برضو يعتبر هراداتري لعلاقة بالجينز يورس يعني عن طريق الجينات هوبلسنس لو دي موجودة عند المريض بور امبلس كنترول كنترول لاك اف سوشيال سبورت ريسينت ريليس فرم انساك انبشانت سيكاتريك هسطل انا لو عندي مريض لسه خارج من سيكاتريك هسطل دي توطبق ريسك فاكتو في السوبسايد سبب يعني لو كان ادماتد بسبب السوبسايد على المستوى التاني انا متابع بقى البيهيفير والجستشورز بتاعة المريض هل هي فيها ثرات هل هو بيوزع زي ما قلنا الحاجات تاعته بيكتب روصيته سايب سوسايد نوت يعني كتب يعني زي رسالة كده بيقول فيها انه هيا يعمل سوسايد او فيها تلميحات لو عنده دي لوجه حاسس ان في حد بيتطهده هو ممكن يموت نفسه على شخص يخلص من التهده ولو عنده انسومنية او تريد تريد مريض حد بيفكر في الموت على طول المفروض المريض اللي عنده سوسايد أنا تبعتي عندي مريض وحطه في المستشفى المفروض اللي أنا بعمله سوسايد سوسايد يعني كل يوم هدخل على المريض او هعمله assessment هيتعمل كل يوم على اساس تشوف هل هو تغير تحسن ولا ما بيتحسنش وبقوله ان انت لازم تتكلم مع الاسطاف اي وقت تجيلك سوسايدل صوت او لما تبقى سترازد بالاضافة لكده ان احنا بنخلي الـ environment بتاعته safe بنشيل كل الـ sharp objects اللي موجودة او في اي chemicals او medications وانا باديله الـ medications ببقى very very clear او ببقى متأكد ان هو اخدها مش بيحوشها عشان يكون ماتسوسايد بيها بعد كده being closed watch protocol ده معناه ان انا كل ربع ساعة مفروض ان انا بدخل اطمن عليه تأكد ان الامور مستقلة وانا بتبقىش يعني ما ينفعش ان الساعة واحدة ادخل والساعة واحدة وربع ادخل الساعة واحدة ونص ادخل يعني بغير الـ interval بتاعتي عشان ما تبقىش ايه مزبوطة فهو يزبط نفسه على الـ interval بتاعتي ويبتدي يخطط في الوقت اللي انا مش هتقل فيها be alert when the patient using bathroom عندما يدخل الحمال طبعا لازم اخباري منه احاول الاستمع وكل حاجة بيقولها المريض هو غالبا بيقول المشاكل اللي عنده لان كل ما اتكلم كل ما اتكلم اكتر كل ما فيه sharing تمام بيقلل بيقلل احساسه بالـ isolation وبيقلل احساسه بالـ stress كل ما حد يتكلم مع اي حد بيقلل load stress اللي عليه وطبعا ما بنعملش judgment على كلام المريض خاص لانه ممكن يكون في الكلام اللي بيقوله مش هعجبني مش على دماغي بيقول حاجة غريبة فما بيعملش judgment انا بتقبل كل كل كلام اللي حيقول من ضمن الـ assessment انا بعمل كبينج يعني بشوف الـ coping strategies او الـ coping abilities اللي موجودة عند المريض وبيحاول ان هو اجربها تمام وشتغلت انا بحاول اشتغل عليها ايه اللي كنت بتعمله في الوقت الفلاني بقيت بتعمل ايه انا بعمل كذا وكذا وكذا ماشي حنا كده نحاول نستخدم الـ coping strategies ثاني مع الموديل اللي موجود للوقت المفروض ان انا مش بكر بس بلان للمريض انا عايز المريض يشتغل hour by hour او step by step task by task انا بقوله هنعمل كذا تمام دلوقتي او هنعمل نهاء الساعة اللي جاية دي هنعمل كذا بعد ما نخلصه خلاص احنا بنعمل بلان للساعة اللي بعدها او بنعمل بلان للتسك اللي بعدها يعني دي كده بتقلل السترس اللي ممكن يتحط فيه المال من البلانيج عملنا اساسمنت للكوبينج ميسود اللي كان بيستخدمها هنحاول بقى نعلمه كوبينج ميسود جديدة طيب احنا ممكن نجرب كذا هل عملنا كذا يعني احنا بنتكلم معاه بنعلمه وبنقوله ان في عندنا كوبينج ميسود جديدة ممكن نشتغل بها الساببورد ساستم ده مهم جدا اللي هو ايه المريض انت عندك مين بقى بتلجأ له لما تبقى سترس هل في زوجة هل في ام عب أسرة أصدقاء كل دول بنسميهم الساببورد ساستم كل مكان موجود وقوي كل ما هيخلي المريض يحس بذاته ويحس ان هو بيحس بالأمان يحس ان هو ممكن يتكلم معهم في اي وقت ها يحتاجهم فيه اما بنيجي بنعمل بلان لال day by day او hour by hour او task by task لازم تبقى attainable تمام والمريض يكون مشارك فيها يعني كل مكان مشارك في البلان اللي بتتحط كل مكان ايه التزاموا بيها احسن I help the clients to solve and manage actual perceived problems هو دلوقتي بالنسبال لنا نهاية العالم وامش هعمل اي حاجة لأ هو انا بحاول ساعده في حل المشكلات تمام لو انه عنده مشكلةة جامدة اوي دلوقتي انا بس عاود ان هو يحل لها على اساس يعني لانها ممكن ما تبقاش مشكلة ممكن اصلا تبقى حاجة بسيطة بس هو شايفها عشان خطر هو في مود وحجد الوقت شايفها ان هي اخر حاجة ممكن تحصل او اقصى حاجة ممكن تحصل في وقت من الوقات بنوصل لان احنا نعمل سيكلوجن او سترين تمام ده علشان نحافظ على المريض من انه يقزي نفسه يعني لو كل المحاولات دي فشلت او في بداية الادميشن ممكن نضطر ان احنا نعمل سيكلوجن او سترين بقامل الدكتور طبعا علشان نقلل خطر ان المريض يقزي نفسه النرسنج ديجنوز الثاني كرونيك لونسالف استيم المريض عنده احساس انه لايس له قيمة بيبقى 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 هو شايف نفسه بحد كويق مش وحش طبعا ده مش مبني على حقيقة خالص نيجاتف بادي اميج دابل كونسلتريتين داوت كونسرننج سلف وورث نالابيلاتيز يعني هو بيشوق في نفسه بيشوق في قدرته كونسيستنط كونسيستنط رجيكتين رجيكشن با اضرس كونسيستنط كونسيستنط رجيكشن با اضرس أو كونسيستنط كونسيستنط رجيكشن 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 مش مبسوط بالدور اللي مفتوض هو بيعملو في حياته في حاجة يسمعها السيتيواشنال كرايسس اللي احنا عايشين فيها دلوقتي مع الكورونا ازمة موجودة للوقتي هي انه مخلييني مش عنديش سكة في نفسي لأ انا مش فهمها الشرح اللي اونلاين انا مش عارفة ذاكر انا مش عارفة عمل وعادي في البيت ما بنخرجش ده ممكن يوصلنا لمرحلة من مراحل الدبريشن طبعا واللوصل في ستين وممكن يكون وممكن يكون سبب اللوصل في ستين ده biological factor او انا بكتب اي نيرسينج دياغنوزس لو قلت ان هو بيولوجيكا الفاكتور او انا تعمل مريض اصبحت حيقول هتوعتبر صح لان هي بتوعتبر نظرية الي هي البيولوجيكا الفاكتور او البيولوجيكا الالثيوري بتوعتبر نظرية افخار الامراض انا هيدا وصل لايه مع المريض ده يقول انهو عنده يبتدي يأكس براس فيلنج ويعمل بوزتف ستاة منتع نفسه ده في شولد ستاة في اللونج تاة يبتدي يأكس براس فيلنج ويعمل بوزتف ستاة منتع نفسه هو يتكلم عن نفسه بصورة إيجابية كل ما يتكلم عن نفسه بصورة إيجابية ده معلنا ان احنا شغلنا كويس ان احنا شغلنا صح ووصلنا معنا حاجة على اللونج تاة البيهيفير بتاعه يوحي انه عنده سلف ستيم عالي ويبتدي يعمل بلانز للمستعبد لكي نحسن سلف ستيم احنا محتاجين نحسن السلف ايميج فانا بتشجع المريض انه هو يستحمى يلبس كويس يصرح شعره ويصطغفه ويهتم بنفسه ويروش برفيم او حاجة جديدة اللي بنت تحط ميكاب مثلا تلبس حاجات كويسة ده بالنسبة لها هيزود سلف ستيم كل ما المريض هيعمل حاجة كويسة انا هتديله بوزتف ريورد حاجة كويسة او حقسني على الحاجة اللي عملها علشان تتكرر ااااب بعلمه ازاي ياخد باله من الحاجات الكويسة انا بقول له ايه ان temporada قموت كويس هنحد dock пол dynamic سوف ندكز عليها سوف نحاول اعلمه ازاي بقى صارتذ يعني استخدام بقى اي ماسج لو انا عملت كذا او انا ممكن اعمل كذا او ازاي استخدام كلمة لا يعني انه هو يزود ثقاته بنفسه وممكن يطلب منه حاجة ويقول لا ان او بس انا رايفين كاملة كل ما قادي باديك نحن ندكز نحن نقوم 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 برازال بوضع دي موجودة في كل اللاجع التعليم انشاء الجانب احيانا ماريت انكشيس بسبب مشكلة المهزة المتحدث في حياني الانكسيتي فهو عنده مشكلة مفقسب ببقى لبقى انكشيتي إذا كانت هذه المهزة العاملة له كل ما هتكلم معي كل ما هحسن وجهة نظره على الموقف اللي بيحصل كل ما اتعاملت مع انكزايتي انا هعلمه ديب بريسنج او ريلاكسيشن اكشراسايز الحاجات دي كلها هتقلل انكزايتي وهترفع عصادها السلف ستين وفي الاخر بعمله انكاريج بارتسبيشن ان جروب اكتيبيتيز يعني كل ما اشركته في جروب كل ما ايه احساسه بذاته حيبقى احسن انا مطلوب ان انا احطه في سمول جروب علشان يعمل حاجة ويبقى فيها بوزتيف ريورد او ينجح فيها يعني اول ما احطه احطه في جروب فيه خمسين واحد وهو مش حيبان في وسطيهم وده حيخلي السلف ستين يقل زيادا انا مش عادف اتعامل مع المرض بتاعي تمام ليه بقى؟ لان انا عندي دستربت سوال بروسس عنده هلوزانيشن او ديليوجن او عنده ديفيكال تينكين هوبلس ناس تسفانشن وانه غريفنج الانفكتف سبورد سيستم الانرياليستيك جولز يعني ما ينفعش ان انا احط الجولز الواو قوي عشان مش هيوصل لها وكل ما مش هيعملها هيبتدي يقف مش هيعرف كتاعمل بقى مع موقفتين رؤية جولز فانكشن الانرياليستيك سوف تدخل يوصل مع الى ايه؟ يبتدي يتفاعل مع الناس يعني انا بتعامل مع الناس ازاي انا دلوقتي عندي المريض كان منعزل بسبب الدبراشن انا مطلوب مني ان انا اعلمه زي يتفاعل بقى مع الناس يبتدي تكوب يبقى اعلمه احنا اتكلمنا ان الدبراشن عبارة عن انجر احنا يتكلمنا ان الدبراشن اعبارة عن انجر انه عنده الانجر فهو يبتدي اوصل معا انه هو يكسبرس الانجر ده بطريقة امين وعلى اللونج ترم انا عايزه يبقى فونكشنال كويس يقدر يتعامل مع الانجزايتي والسترس والفروستريشن ويبقى بنيادا فونكشنال بطريقة كويسة وانا بتكلم معاه انا بركز على نقاط القوى اللي عنده مش نقاط الضعف وانا عاد معاه على طول بعمله ريوريانتيشن للتايم والبلايس 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 موقع الانجزاي على مريض وكراكة معالجزة والمشارجة والتراست والتراست وموقع الانجزاي وكراكة الانجزاي بالنسبة لديه احساس بالأمان طبعا انا اقرب منه انه moderate level moderate tone of voice ما ينفعش ان انا بقى عندي مريض مكتئب مثلا وانا بقى داخل عمال بضحك او داخل مبتسم بزيادة نجد ان نختار بعض الوقت اللي احنا نتكلم فيه او نعمل فيه emotion مخالف الاكتف لازني مهم جدا الاكتف لازني مرتبط به ان انا بتكلم مع المريض في الحاجات اللي هو او هي عايزة تتكلم فيها يعني مش دايما انا بفرض موضوع المريض لا انا بحاول افتح باب الحوار وهو اللي يقترح مواضيع نتكلم فيها لاني ما اعتقدش ان هو هيبقى مبسوط وهو بيتكلم في حاجة مش عجبية او او مش هو الاقتراح ازاي 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 النيرسينج داينوزس الاولاني اللي قبليها كنا متكلم على problem solving ازاي ان انا علمو problem solving ازاي ان انا... يعني ازاي ان اتفاعن مع المشاكل نحوط ايدو على المشكلة وتالمشكلة او زيطي لي هناك شفbing clarity The altered type process is called the nursing diagnosis Dillusion or hallucinations OU Distorted thinking part of the thing by doing this I can say that the altered type process is called the altered type process The altered type process is related to neurobiological changes If we add any thing we should be correct انا عايز اوصل معا لايه ان هو يبقى يعرف ان الكلام اللي في دماغه ده مش صحيح او التفكير اللي عنده ده مش صحيح لان المريض دل انا عايزه يعترف او يبقى عارف ان التفكير اللي في دماغه ده مش صح او لو هلو سم ايش او الصوت اللي بيسمعها او الحاجة اللي بيشوفها مش صحيح نوع ايه يعترف كده وبعدين هيفرق طبع ما بين الدلوزن والسينكينج والسينكينج العادي وخارج من المستشفى طيب انا هعمل ايه مع المريض ده اولا ترست ريليشنشب اولا انا هعض هنعمل مع بعض اللي هي من خمس لعشرة دقائق في يعني اصد ان انا مش حاوض معاك في وقت طويل وقت بتاع هيبقى قليل ان انا عندي شورت تنتزن سبان فانا مش حاوض معا وقت كبير اااا الااا اتش قططي مش حاوض بعض الهوئة توشارة كونكريت و انا داخل بتكلم معي لانتانا عندي موجود لانتانا عندي موجودة لانتباق اشرح له كل اية انا حاملها مهم جدا لو المريض بقى ساكت انا المفروض ان انا بقعد اتكلم معي حتي لو هو ساكت حتى لو هقعد جنبه وانا سكتة برضو ده كويس يعني كوني موجود معي بشخصي ده في حد ذاته بيشعره بالامان وبيقلن الانجزاية عنده طيب لو هو ساكن بقى انا هقعد اتكلم في ايه هنتكلم في الحاجات اللي حوالينا هنتكلم في الحاجات بتحصل بالوقت يعني المهم ان احنا ايه نحاول نتفاعل معهم النسي اللي ينزل الثاني انا عندي مشكلة في التفاعل مع المريض مع الكميونتي اللي حواليه ليه مشكلتها ايه ليه حركة بالسيلف كونسبت لو انا عندي السيلف كونسبت في مشكلة هيبقى عندي مشكلة في الانتراكشن ما عنديش كومي انجزال المشاكل اللي ممكن تظهر المريض الهوبلس ناس البابلس ناس كل الحاجات دي ممكن تسبب لي انباية سوشي الانتراكشن طيب ايه الهدف اللي انا عايز اوصل له ان انا انشية السوشي الانتراكشن وز وان باشنط يعني انا عندي مشكلة في السوشي الانتراكشن عند المريض الهدف بتاعي ان هو يقعد يتكلم مع عزمين اللي جنبه وعا السرير السرير اللي جنبه يقعد يتكلمه مع بعض ده شور ترم جول اللونج ترم جول بتاعي هيقول ان انا عندي ساتيسفكشن من السوشي الانتراكشن اللي انا بعمله يعني هو يبقى ساتيسفايد بالسوشي الانتراكشن اللي بيتعمله وطبعا يشارك في الجروب اكتيفتس الانتراكشن اللي انا ممكن اعمله مع المريض ده ان انا اولا انا هحطه في اسمول هنبتدي نتكلم معاه التقريبية نبتدس نعمل 1x1 سيردبارت السلفيك نظر الثاني الوصول مبتعد الي علاقة بيه مترطب على كله فالمريض اللي عنده له self-esteem انا هيبقى عندي المشكلة دي related to loss of energy lack of motivation, psychomotor retardation انا ما عنديش اصلا طاقة تماما عندي اي موتيف ان انا اعمل اي حاجة تخص اهتمام بنفسي يعني انا عادي اوصل مع الايه? ان انا اوصل ال adequate personal hygiene نعمل ايه؟ باسعاد المريض في الhygiene باسعاده فيه بديله تاسك تاسك حاصة بالجرومنج والhygiene والتاسك دي تبع صغيرة زي ما اتكلمنا كده في في ال ineffective coping ولو self-esteem بديله تاسك باي تاسك يعني يخسل وشك او يخسل سنانك وبعدين امسح مش عارف شعرك يعني ايه تاسك معانا هو اللي بياخدها وهيعملها وراي ايه 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 احنا بنعمل روتين كل يوم لازم نعمل يعني بنحط روتين للمريض ده ان هو يعمل الحاجات دي كل يوم زي كانت تخاصة بالhygiene كانت تخاصة بالدرسنج او الجرومنج لازم بنعمل روتين وبنمشي عليه كل يوم عشان ايه زي ما احنا اتكلمنا في الـ كل ما المريض يتعود على حاجة معينة كل ما بتقال لانعزيتي عنده والكمبلايانس معاه بيبقى حسن طيب أه لو معملش انا بعمله ساتنج لل التمت تمام يعني بقول له حسنا ان احنا خلاص نحنا مش هنعمل تحازا او بسحب منه اي هو كان هو اخدها قبل كده تمام علشان يبدي يرجع ياعمل سلف خير ت山 المريض قعد في الو في الفل السرير طول الوقت لا ده انا بقوله انت ليك وقت معين في السرير ده اللي انت تضغط فيه بقيت الوقت انت بواقف بتتحرك او قاعد مع زميلك برا او يعني بتعمل اي حاجة وبرضو زي ما عملنا قبل كده في كل مرة حيظهر فيه هالمريض positive تقدم يعني اي وقت حيظهر فيه المريض اي تقدم او تحاصن في الحالة انا بديه على طول بوزة الفيدباك اخرى نرسل ده ينوز altered nutrition انا ما عنديش ابيطايت ما عنديش ابيطايت خالص نبيض او لاي لا اوي فبرا اقولش فالجول عندي ان انا اوصل ل desired goal بعمل ايه بديله a small meal بس ا哦 بس تبقى بقيس وزن المريض كل فترة و بعمل تشارت تشوفه يتقدم و لا و بحاجة للاحظ المريض بلاحظها و دوينها علشان هي تفيد في الخطة اللي هتتعمل له كده نحن خلصنا نفس الناس الخاص بالمرض اللي عنده مودس أوردرز الفيديو ده طويل شوية بس يعني هو محتاج قرية لان قرية و الدنيا تبقى تماما شكرا